السؤال المتكرر ما هي اعراض الاورام اللي فيها? احنا بنأكد الاورام اللي فيها غالبا اسمتوماتيك ليس لها اعراض ويتم اكتشافها بالصدفة في احد المتابعات اولى والحالة بتعمل السونار لاي هدف اخر. ممكن نكون عندها مشكلة في المرارة. فجاية بتعمل السونار اكتشف ان فيه ورام لي فيه. معظم الحال بتتخض وبتجري على الدكتور وبتبتدي حياتها كلها وحالاتها النفسية تتغير. فبنؤكد تاني ان هي حاجة حميدة كل اللي مجرد متابعة عادية. وغالبا مش هتتحتاج اي نوع من انواع تدخلات الا اذا. حصل نزيف وزيادة في فترة الدورة بقت بتزيد اكتر من خمس تيام وتكسر حاجز سبع تيام. او كمية الدورة بحيس انها بتدت تنزل ويبقى فيه كسافة فيه كمية الدورة شهرية. او بتدت تأثر على نسبة الهوموجلوبين او يبتدى يحصل نوع من انواع لا تحس بضربات قلبها والانيميا والرفرفه بتاعت القلب. ده بقى ساعتها احنا بتدي ندخل في مشاكل نزيف الورم اللي في او حجم الورم اللي بيضغط على المسانة او على المستقيم. ساعتها لازم نتريد ناخده اكشن ونستشير الطبيب سواء الزمنة في نسبة التوليد او في الاشعار التداخلية. بقيت بقى طرق العلاج المختلفة ان شاء الله هناخدوا فيها حلقة جاية او لو حابين اي استفسارات هتلاقوا في البايو او في الفرست كومنت ان شاء الله.